في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمنتدى التغير المناخي كوب 27 في نوفمبر القادم تم الانتهاء من ممشى سياحي جديد بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوف القمة بالإضافة إلى ذلك فقد تم تطوير ممشى خليج نعمة وغيرها من الأماكن بالمدينة تتولى الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستقبال الحدث الدولي المهم في نوفمبر القادم وهو قمة المناخ كوب 27 ومن بين التجهيزات والاستعدادات لاستقبال ضيوف القمة الدولية إنشاء ممشى سياحي جديد ليكون إضافة قوية إلى مدينة شرم الشيخ ومقصدا سياحيا جديدا لمدينة السلام التي تستعد لاستقبال ضيوف قمة المناخ مدينة شرم الشيخ هي مكان رائع يمكن أن نستمتع ونستجم فيها بحرها رائع الحقيقة أن شرم الشيخ تطورت كثيرا في الوقت الحالي وشهدت فنادقها وشوارعها تحسنا كبيرا بالتالي أصبحت مدينة جميلة كما أنها تتجه لأن تكون أيضا مدينة صديقة للبيئة محل إقامتي في شرم الشيخ رائع جدا والممشى السياحي الجديد جميل ويعطي انطباعا جيدا عن مدينة السلام التي لم تكن تشهد قبل ذلك هذا التطور الحالي وحينما جئت للمدينة اكتشفت أن الأمور تغيرت كثيرا للأفضل ممتاز جدا إضافة حلوة قويل شرم الشيخ خاصة أن الممشى ده ما كانش موجود قبل كده كانت المنطقة دي كلها فاضية تماما ابتدت بحيوية ابتدت بيها منظر ابتدت بيها روح حلوة أنا موجود هنا تقريبا بقى لي أسبوع وشفت التطور بتاعه تقريبا سريع جدا يعني هو اتعمل في أقل من أسبوعين تقريبا أنا جيت لقيته بيشغالين فيه وخلص الأسبوع ده أعمال التشجير والإنارة بالممشى السياحي الجديد وصلت إلى مراحلها النهائية حيث من المقرر تسليم هذه المشروعات خلال أيام بعد الانتهاء منها تماما كما تم تطوير ممشى خاليج نعمة وتوحيد هويته البصرية ليكون جنبا إلى جنب الممشى الجديد جاذبا لرواد مدينة السلام أنا كنت أجي شرم قبل آخر مرة جيت قبل سنة في فرق السماع عن الأرض ما شاء الله تبارك الله الشغل ليل ونهار الشغل والعمل المصري ليل ونهار ما شاء الله تبارك الله يعني أنقلبت بين عشية وضحاها إلى الأفضل الآن نقدر نقول خمسة نجوم شرم الشيخ أكثر من خمسة نجوم تطوير مئة في المئة فكرة رائعة واللي عجبني في شرم الشيخ هنا في خليج نعمة أن الجو صافي خليج نعمة ممتاز في تطوير الآن جيتها مع الأخ سعيد قبل سنة مختلف مختلف من أعلى في أعلى الممشى في الأحسن وفي الاستقبال يعني حياة جديدة واستقبال جديد وسنة جديدة وللأحسن بالنسبة قمة المناخ هي أحسن للدول يعني الدول اللي هي مش بتاجي شرم الشيخ لما حتاجي حتشوف شرم الشيخ القديمة من الجديدة إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة يأتي مع انعقاد قمة المناخ كوب 27 التي تفصلنا عنها ما يقرب من ثلاثة أسابيع ويترقبها العالم أجمع لتوحيد الجهود من أجل إنقاذ القرى الأرضية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية أحمد الحسيني التلفزيون مصر